بداية اذا اربع ارهاب لمن يبدي رأيه ويخالف القوى السياسية التي تدعي تمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان كيف تعلق على هذه المفارقة تفضل اهلا وسهلا سيد سيد سيف اهلا بك اياكم الله وكل مشاهدين قناتكم الكريمة بداية الامر يعني نبارك الابناء قبيلة الجميلة القيسية وكل ابناء قضاء القرمة بخروج المهندس عارف طالب شعلان الجميلي من قفص الاتهام لان هذا الشخص هو يعني بريء راح ضحية مخبر سري وشاية المخبر السري للأسف اتوقف حدود الاربعة اشهر نتيجة المخبر السري فبنفس الوقت نشكر القضاء العراقي لاحقاق الحق وانصاف المظلومين واحد الناس المظلومين الاخ المهندس عارف طالب شعلان الجميلي نعم يعني سيد عمر دانيو رحب بك من جديد السيد عارف الجميلي اكد ان الشخصية التي تمثل السلطة التشريعية في العراق تلعب اليوم دور المخبر السري ضد ابناء البلد والمحافظة الواحدة كيف تقرأ هذه المفارقة نعم بالتأكيد خلي نحكي صراحة يعني انا كمحامي دفاع توكلت عن المهندس عارف شعلان الجميلي ذاك الوقت يعني لم يستطع اي محامي لتوكل بهذه القضية لان مثل ما تعرفون حضراتكم فتوكلت عن هذه القضية فحاولت بداية الامر ان انظم وكالة جزائية لغرض اقدم طلبات او اجراءات اكمل اجراءات القضائية عفو التحقيقية لتخص موكلي فصراحة لاقيت صعوبات يعني لمدة تسعة ايام وعشرة ايام يلا استطاعت ان انظم هذه الوكالة فشكر اولا القضاء العراقي المتمثل بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فاق زيدان على مستوى العراق وهذا املنا بهم وعلى مستوى الانبار السيد رئيس الاستناث القاضي عبدالله الدليم المحترم والسيد مدعى من منطقة الاستناثية في الانبار القاضي صراح المخلف العلواني فلولا تدخل القضاء العراقي خلي احتيها صراحة وهذا املنا بهم يعني لن استطيع انظم وكالة فبداية المتهم توقف في مديرية استخباراته ومكافحة ارهاب الانبار بناء على مخبر سري ذكرت بداية الامر لحضرتكم بعد يومين او ثلاثة ايام او اكثر صدر قرار بحالة الاوراق التحقيقية من محكمة تحقيق الانبار المختصة بقضايا الارهاب الى محكمة تحقيق شرق الانبار اللي هي في الحبانية محكمة تحقيق خالدية يعني هاي اولا مو يعني بعيدة على القضاء العراقي لانصاف المظلمين وحقاق الحق فمثل ما اتفضلت حضرتك يعني باحد الفقرات اللي موجودة بالاوراق التحقيقية يعني اطلعت عليها بداية الامر بعد ان نظمت وكالة فليقيت انه من خلال مخبر سري تضليل غرض من عنده تضليل القضاء واشغال السلطات الامنية فهذا الامر خطير جدا عبر قناتكم الكريمة يعني نوصل نداءنا او طلبنا لدولة رئيس الوزراء سيد عمر من هو هذا المخبر؟ سيد معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الحد يعني المصدر مخبر سري وللأسف يعني مخبر سري وبنفس الوقت لم تدون اقواله يعني بناء على مخبر سري تصل معلومات للقوات للاجهزة الامنية وبعدها وصلت انبنت هذه المعلومات عن طريق مخبر سري ووصلت بعدها للقضاء العراقي فيعني نتأسف احنا مثل هذه الحالات يعني معناته اكو الكثير من ابناء نقول ابناء العراق لن نحكي على مستوى الانبار خاصة يعني الكثير من اكو ناس مظلومين يعني خلف القضبان للأسف سبب وشاية المخبر السري نعم هذه الظاهرة نطالب بها سيد رئيس الوزراء والسيد معالي رئيس القضاء الاعلى للحد من هذه الظاهرة وانصاف المظلومين نعم الذين راحوا ضحية المخبر السري نعم سيد عمر السيد عارف الجميلي اكد انه مستهدف من قبل الحزب الذي يدعي تمثيل المحافظة كيف تضمنون ان لا تتكرر نفس التهم لاحقا لاشخاص اخرين يعني بالتأكيد من خلال قراءة الأوراق التحقيقية قرأت انه الغرض من عنده استهداف يعني حسب ما موجود بالأوراق التحقيقية وحسب ما نقل من المخبر السري الغرض من عنده استهداف الشخص السيد رئيس البرلمان من قبل يعني المتهم المفرج عنه العفو المهندس عارف طالب شعلان اما رجل عارف الشعلان معروف لدى اهالي الانبار واهالي قضاء القرمى رجل ما عنده اي مشكلة ويه الشخص سيد رئيس البرلمان او اي جهة سياسية او اي مواطن عادي انسان بريء وبسيط وبنفس الوقت خدم اهالي القرمى ولما كان عضو المجلس المحلي الى حين انحلت المجالس الاقضية والنواحي بقرار المجلس النواب فكان متعاون مع الاجهزة الامنية وهذا مشهودة لكل اهل القرمى يعرفونه نعم يعني سيد عمر بعد ان قلتم ان تهمها كيدية ومن قبل اكبر شخصية سياسية تمثل السنة ما هي الخطوات القادمة لكم نعم يعني انا ذكرت الحضراتكم ويسمعوني كل المشاهديين يعني اطلب من الحكومة العراقية لمتمثلة بدولة رئيس الوزراء وسيد معالي رئيس مئس القضاء الاعلى للحد من ظاهرة المخبر السري او ما تسمى وشاية المخبر السري وهذا الغرض من عده تضليل القضاء العراقي للأسف واشغال السلطات الامنية في مثل هذه حالات يعني ابسط مثال موضوع الاخ المهندس عارف شعلان توقف تقريبا اربعة اشهر ورجل بريء نعم سيد عمر ما هو سبب استهداف ابناء قبيلة جميلة ليس من المفترض انه من يدعي تمثيل ابناء الانبار يكون السند لهم والمعين وليس المكمم لأفواههم والمتسلط على رقابهم طبعا بالتأكيد هو المفروض فكرر شكري بالقضاء العراقي المتمثل بالسيد رئيس مجلس القضاء وبنفس الوقت نطالب الحكومة بالحد من ظاهرة المخبر السري نعم المحامي عمر حمد جميلة رئيس هيئة انتداء موضوع استهداف ابناء القبيلة اذا تسمحي لي نعم تفضل نعم تفضل سيد عمر استهداف ابناء قبيلة جميلة يعني هاي الموضوع صراحة نعم يعني تكرر على ثلاثة او اربع شخصيات من ابناء القبيلة فعلا كانوا مستهدفين حتى نحكيها صراحة بالاعلام خلي الرأي العام ما هو السبب سيد عمر من ضمن هذه الشخصيات ثلاثة او اربع آن متوكل طوعا يعني السبب من عنده الغرض يعني الناس لانها تحكي الحقيقة تنقل الحقيقة وما يقبلون بالظلم الجائر اللي دي يصير والحيف اللي دي يقع على ابناء هذه المناطق للأسف يعني واحد من يجي يقول كلمة الحق يعني صير بي مثل ما صار بالأخ عارف شعلان نعم رئيس ويا يا مائل وصير قصني نعم نعم المحامي عمر حامد نفس الوقت نعم كمحامي ورئيس هيئة انتداب محامي الأنبار المحامي عمر حامد الجميلي مستعد للتوكل بأي قضية تخص أي شخص بريء سواء كانت بأي جهة بالأنبار أو خارج الأنبار نعم المحامي عمر حامد الجميلي شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في نشرة الرئيسة اشتركوا في القناة